تحركات للتحالف خارج إطار الشرعية وبأجندة مختلفة عن أجندتها وحالة استقطاب حاد وإنشاء قوى وقوات خارج جسد الدولة منذ اليوم الأول تدخل التحالف العربي في اليمن عمل على دعم كيانات وقوات وجماعات مسلحة بعيدا عن سلطة الحكومة الشرعية واستخدمها في أحيان كثيرة للضغط على الشرعية وابتزازها سلوك لا يتفق مع أبجدية التحالفات ويتناقض مع أهداف التدخل المعلنة من قبل الحكومة وأضف المزيد من التعقيد على العلاقة بين الطرفين اعتدت السعودية على العمل خارج إطار الدولة منذ أكثر من نصف قرن حين كانت تعمل على دعم كيانات وشخصيات سياسية وقبلية عبر ما يسمى باللجنة الخاصة التي أعادت تنشيطها بشكل كبير منذ بدء عمليات التحالف وزراء الحكومة ووكلاؤها وأعضاء البرلمان والمحافظون وشخصيات قبلية وعسكرية وقطاع كبير من الجيش والقوات غير النظامية يستلمون مخصصاتهم من اللجنة الخاصة وهو ما يتوح للجانب السعودي سيطرة شبه كاملة على القرار والولاءات بالطريقة ذاتها قامت الإمارات بتكرار التجربة وبنت حلفاء لها بالمال والسلاح واستطاعت الانفراد بصناعة القرار السياسي والسيطرة على الأرض في عدد من مناطق جنوب وغرب اليمن واستخدمت المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني كورقة للسيطرة وواجهة للتحرك ضد الحكومة ولفرض واقع مغاير على الأرض تحولت الشرعية للطرف الأضعف وفقدت قدرتها بشكل كبير على العمل على الأرض بسبب ولاء الوزراء والمسؤولين الحكوميين لأطراف التحالف وتقاسمهم من قبل السعودية والإمارات وبسبب سوء الاختيار وتورطهم بقضايا فساد على المدى الطويل ستعزز تلك التصرفات من الانقسام في الشارع اليمني واستمرار حالة العنف والانفلات وبناء مراكز قوى مدعومة بميليشيات مسلحة تعمل على إعاقة استعادة الدولة وتخدم أجندات القوى الإقليمية وبنادق للإيجار